في مؤامرة على الإسلام في مؤامرة على العروبة وقطع العلاقات الفرنسية المصرية في مؤامرة مؤامرة حتى أنا لازم أكون قوي عشان نمسك المؤامرة ما حصل قبل كده جوم الإسرائيليين أيام ليفون في الحالسة في التاريخ المصري لم حصل التواصل مصري والأمريكان الإسرائيليين عملوا خطة لقاتع العلاقات وحصلت المؤامرة وتم كشفتها من اللي عملها إسرائيل إسرائيل عملتها وكشفتها جزة المخابرات المصرية في ذلك الوقت حلو وإحنا مش عارفين نعرف العلاقة بين إسرائيل وداعش أنا بقى عايزين نمسكها ما هنقول لي بقى جزة المؤامرة عشان كده بقولك إن الحرب في الحديثة دية اللي إحنا فيها أقصى من الحرب لأن كلمة الحرب تبصيل الحرب عدوين بيحربوا على الجبهة لكن دي لا ده عدو داخلك ده في يوس ممكن يكون قوي وممكن يدمر لك الجسم زي السرطان عندما يدخل في الجسم في الداخل حرب أصعب أصعب أنت لازم تجفف منابع الإرهاب دي يعني لازم تشوف الموضوع ده من الداخل يعني عملية دقيقة جدا مهم ما فيه شغل مخابراتي وفيه شغل عسكري للي يحمل السلاح يتضرب وفيه شغل تربية ثقافة وفيه شغل اقتماع وفيه شغل اقتصاد وفيه شغل معلومات وتمويل وتمويل وتدريب وتدريب فيه شغل كتير عشان كده بتحرب بتهرب للأمام ده هي أقصى من الحرب صح لأن الحرب أنا فيه عدو أنا هقولي هحار حتى هتخندق وموت لكن مش هتحل زي خنت